ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر التحديات المتعلقة بانتشار الأوبئة يكون التضامن والتعاون الإنساني في مواجهتها أكثر إلحاحاً لأن خطرها يستهدف البشر جميعاً ولا يفرق بين شخص وآخر أو بين طبقة وأخرى فالوباء يستهدف الجميع ويجعل الناس في كل مكان يشعرون بالخوف والقلق من المصير الذي يمكن أن ينتظرهم إذا لم يتعاونوا في مواجهته لقد أثبتت جائحة كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم أن الأوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل لتلبية أولويات الدول المنخفضة الدخل أو في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات والتي شهدت داعيات اقتصادية كبيرة سببتها الجائحة وذلك من خلال حث هذه الدول على زيادة الإنفاق العام بهدف تحفيز نشاطها الاقتصادي إضافة إلى همية حماية الأنظمة الصحية المتضررة إلى جانب خلق فرص عمل أكثر تنوعاً وشمولية تستهدف إشراك المرأة في القوى العاملة وخلق الفرص الوظيفية للشباب جائحة كورونا أثبتت بما لا يدعو مجالاً للشك أن التعاون الدولي وتنسيق الجهود العالمية كافة لمكافحة هذه الجائحة هو الطريق الصحيح وربما الوحيد لحباية البشرية من خطرها واحتواء تأثيراتها السلبية على العالم بأكمله